السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم متابعي قناة يوسف تيك برو في فيديو جديد فضلا وليس أمر إذا كنت أول مرة تشاهد قناة يوسف تيك برو لا تنصدقت على زر الشراك وكذلك تفعل زر الجرس لكي تتوصل بجديد فيديواتنا بالنسبة لهذا فيديو هذا فهو حول مباراة المركز الاستشفائي الجامعي إبار رشد اللي قرر بتنظيم مباراة توظيف تقنيين من الدرجة الثاليثة كما تشاهدون معنا الإعلان على هذه المباراة هذا هو هذا كما تشاهدون معنا الرابط ديالورا قد نخلي لكم أسفل هذا الفيديو بالنسبة لهذا المباراة هذه كما تشاهدون معنا فهي لتوظيف عشرين تقنيا من الدرجة الثاليثة بالنسبة للمباراة فهي قد تجرى يوم الأحد 24 يناير 2021 ابتداء من الساعة الثامنة الصباحا وبالنسبة لتخصصات وكذلك عدد المناصب اللي مطلوبين فيها كما تشاهدون معنا ومالي الماكينين في هذا الجدول هذا فبالنسبة لتخصص الجيني كليماتيك في مطالب 4 المناصب وبالنسبة الإلكتروميكانيك 5 المناصب وبالنسبة الإلكتريسي تجين الإلكتريج المناصب وبالنسبة الكندكتور تخافه 4 المناصب وبالنسبة المنتونس بيومي الإلكترونيك 5 المناصب وفي المجموعة كما تشاهدون معنا 20 المناصب وبالنسبة للمقار المباراة فهي ستجرى فيه ستجرى في كلية الطيب والصيدالة في الدار البيضاء وبخصوص عدد المناصب هذا فرغة تخصص 25% من المناصب المتبارة بشأنها لفائدة الأشخاص المتوفرين على صفة مقاوم أو مكفول الأمة أو عسكري قديم أو محارب قديم و7% منها لفائدة الأشخاص المعاقين ندوزوا دابل مادة تانية باش نشوفوا شنوطالبين في هذه المباراة هذه كما تشوفوا معنا بالنسبة للمباراة فرغة تفتح فوجه المرشحين من جنسية مغربية والحاصلين على ديبلوم تقني المتخصص يعني تكنيسيا سبيسياليزي في إحدى هالتخصوصات هذو كما تشوفوا معنا لهم هذو اللي مطلوبين هنا لهم كل من هندسة تكيف أو الإلكتروميكانيك أو الكهرباء أو الهندسة الكهربائية أو لمسير الأعمال أو صيانة المعدات البيوطيبية والإلكترونيك وبالنسبة لعمر فرغة بالنسبة للمترشحين خاصة أنه تكون أقل حاجية 18 سنة وأكثر حاجية 40 سنة في فتح يانير من السنة الجارية وبالنسبة للمباراة فرغة تتشمل كل من الاختبار كتابي وكذلك اختبار شفاوي بالنسبة ل الاختبار كتابي فرغة تتعلق بتخصص المتبارة بشأنه يطابق مستوى درجة تقني من الدرجة الثالثة وعدد الساعة ديال الاختبار ثلاثة تسويع والمعامل دياله ثلاثة وكذلك كين الاختبار الشفاوي اللي غدي تتعلق بتقافة العامة وبتخصص المتبارة بشأنه واللي غادي تكون المدة دياله 15 دقيقة على الاقل والمعامل دياله جوج وبالنسبة الاختبار الكتابي فرغادي تمنح عليه واحد نقطة عددية التراوح ما بين 20 وتتعتبر اقصائية كل نقطة تقل من 5 على 20 وكذلك لا يقبل جياز الاختبار الشفوي الا المرشحون الحاصرين في الاختبار الكتابي على معدل لا يقل عن 12 على 20 دون الحصول على نقطة اقصائية يعني باش انك تدوز الاختبار الشفوي اللغة خسك انك تجيب المجموعة دياله 12 في الاختبار الكتابي باش انك تدوز الاختبار الشفوي وكذلك باش انك تنجح في المباراة ككل خسك انك تحصل على واحد النقطة اللي ما تكون شا تقل على 12 على 20 وكذلك ما تحصلش على شي نقطة اقصائية وذلك في حدود عدد المناصب المتبارف بشأنها وبالنسبة لطالبات ترشيح باش انكم اذا بغيتوا تدفعوا لهذه المباراة هذه فرغة خسكم انكم تدفعوا عبر البارد المضمون او انكم ديو ديريكت طالب ترشيح ديالكم المقر المديري العملي لمركز الاستشفائي الجامعي بن روشد في مكتب الطبط لمتواجد بتمنية زنقة الحسن العرجون طار البيضاء وراء اخر اجل ايضاء ترشيحات هو يوم 8 يناير 2021 على الساعة الثالثة بعد الزوال وبالنسبة هذا بندوز الملف ترشيح نشوفه من الشي تكون فملف ترشيح تكون من الوتائق تالية طالب خاطة اللي ستكتفيه الاسم العائلي وكذلك الشخصي ديالك والعنوان ديالك والامضاء ديالك ورقم الهاتف وكذا الوضعية الحالية ديالك وانت موظف او غير موظف وكذلك السيفي ديالك وكذلك فوتوكوب بيليزي ديال ديبلوم ديال التقني المتخصص ديال التكنيسيا سبيسياليزي اللي عندكم وكذاك فوتوكوب بيليزي ديال الكارت نسونال ديالكم وثلاثة ديالس انفلوب ليكون فيهم تمبر وكذلك انكم تكتبوا فعل عنوان شخصي ديالكم اللور وكذلك بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة ستخصم شهادة تسجيل في لوائح الأشخاص في وضعية إعاقة وكذلك شهادة تبدل صفحة مقاوم أو مكفول الأمة أو عسكري قديم أو محارب قديم بالنسبة للمتوفرين على هذه الصفحة وكذلك ترخيص كتابي لإجهاز المباراة من طرف الإدارة المشغلة بالنسبة للمرشحين الموظفين وهناك كما تشوف معنا قلتك أنه تجدو الإشارة إلى أنه أي ملف للترشيح التي توصل من بعد الأجل الأعلى أو تتنقص وثيقة من الوثائق المذكورة فراها ستتخذ بعين الاعتبار وستعتبر الترشيح لكم لاغي ونزوزوا بالمادة الثالثة التي تقول فعلا أنه لائحة المرشحين المتوفرين على الشروط النظامية ستنشر بالموقع الإلكتروني للمركز الاستشفائي الجامعي إبن رشد وهذا كما تشوفوا معنا وذلك يوم 21 يناير 2021 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال وكذا على بوابة الخدمات العمومية umplowabpublic.ma والتي تعتبر بمثابة استدعاء من أجل إجهاز المباراة وكذلك الإعلان عن المترشيحين الناجحين في هذه المباراة سيتتم كذلك عبر الموقع الإلكتروني للمركز الاستشفائي الجامعي إبن رشد وكذلك عبر البوابة العمومية وهي umplowabpublic.ma وكان هذا شيء أهم جاء في هذه المباراة التي أعلن عليها المركز الاستشفائي الجامعي إبن رشد لكن ما قلت لكم تتعلق الأمر بتنظيم مباراة توظيف تقنية من الدرجة الثالثة التي طالبين فيها عشرين منصب فإذا كنت تعرف شيء واحد بما أنت ستجد هذا الكونكو فحاول أنك تشاركه معه كذلك أو لأنك تشارك مع هذا الفيديو وإلا كتي كذلك أول خطرات تتابع القناة ديال يوسف تيك برو ما تنساش أنك تشارك في القناة كذلك تفعل زي الجرس باش توصل بجديد فيديوهات ديالنا وبالنسبة الرابط الإعلان على المباراة ترا غادي تلقاوه كذلك أسفل هاد الفيديو وهذا شيء أهم جاء في الفيديو ديالنا ديال اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا